موسيقى 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 مرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة تعرفوا علي حيث تطرحون أسئلتكم لأجيب عليها ستجدون رابط السلسلة في صندوق الوصف إذن لنرى عن ماذا تساءلتم اليوم موسيقى موسيقى الحب الحقيقي أم الصداقة الحقيقية؟ الحب الحقيقي بكل تأكيد هل تؤمنين أن الحب يأتي لتلبية حاجة الشخص أم يضيف إليه؟ الحب الذي يأتي لتلبية حاجة الشخص سيغادل فورا أن تنتهي الحاجة وتنتهي العلاقة هذا نوع من الحب أما الحب الذي يأتي بمشاكله ويكون الطرفان يتعلمان منها وينضجان أي أنه يضيف لهما نجا وتفاهما يستمر وهذا نوع آخر من الحب هل ربما محللوا كونان أصبحوا انحيازيين وهدفهم إبطال النظريات المناقضة وليس الوصول للحقيقة بل لإشباع شعور الانتماء في عالم النظريات دائما ستجدين النظرية ونقضها لأن الناس يميلون للتصديق وبعض النظريات خطيرة جدا عندما تصدق لأنه ينتج عنها ردود أفعال هذا بشكل عام أما بالنسبة للانمي في نفس الشيء توجد نظريات ويوجد نقضها إلا أن الانخراط في ذلك سينتج عنه تحيز كما أشرت بالتالي انحرى فضي عن الحقيقة لكن المشكلة هي ماذا؟ نحن لا نناقش نظريات كونية أو نووية أو اقتصادية مفتوحة بالوقت ولن يعرف الناس صحتها من بطلانها بل نناقش الانمي الذي يتقدم بالفصل والحلقة بالنسبة لي أنا فأنا لا أنقض نظريات الآخرين بعض الناس يستمرون باتهامي بهذا لكن لن يفهموا الفرق أبدا حتى أفتح سلسلة خاصة بذلك وأسميها نسف الهراء الكوناني وأنقض فيها فعلا النظريات ربما آنذاك سيفهمون الفرق طوال هذه المدة نقط نظرية واحدة واللي هي أقيمي حية ولن أكرر ذلك لأنه ببساطة إنتاج الفيديو تطفل على برنامج قناتي وإذا أردت ذلك سيتوجب علي فتح وقت خاص به ما رأيك في الفيلم رقم 26؟ لقد شاهدته إنه رائع حقا متابعتك من الجزائر I love you شو كان حبيبتي I love you too بالنسبة للفيلم لم أشاهده بعد وسأنزل انطباعي عنه بكل تأكيد متى ينقرت فانز هاي بارا؟ بعض الفانز تباها حولوها لملاك وهي شيطان في هيئة ملك قد يصدمك خروجهم المفاجئ هذه الأيام لأنهم في حالة طوارئ بعدما نشرت أن مجموعة فيديوهات لن تعجبهم قادمة لذلك استعد وأنت تعرف بماذا الآن بحسب فصول المانغا ظهر أن كورودا ليس والد شويتي صحيح لا ليس صحيحا إذن هل سوتومو حقا نيت أم أنه سيظهر لاحقا سوتومو موجود أمامكم نفس السؤال بالصيغة أخرى هل تزالين تظنين أن كورودا هيوه هو نفسه تسوتومو أكاي؟ لقد ظهر أن كورودا شخص آخر حين كان يتذكر ماضيه تسألني في الفداية وتجيب عن السؤال في نفس الوقت يعني شو فيه لك صرفة أوكي؟ حسنا هل أزال أظن أن كورودا هو تسوتومو؟ طبعا لا أزال على نفس الرأي أما عن قضية ذكره لماضيه فأنا شرحت لك أن كورودا سبق أن كذب علينا ومن يكذب لمرة يكذب ألف هذا دون أن ننسى أنه يعمل بالأمن العام مع ريك وغوشو صرح أن أمورو كذب ثم رأينا كورودا يكذب على العموم سنتحدث أكثر في تتمة التحليل لماذا جين هو حب طفولتي؟ من الواضح ميولي منذ الصغر إذا أجيب عن هذا السؤال يجب أن أرتدي المخطط عمودي وأفكر بدلا عنك في الجواب جوك المفضل بالأنميات أفضل أنميات الغموض والأكشن الأنميات البوليسية أو الرومانسي الكوميدي أو الخيال العالمي إذا طلب منك غوشو تقتلي شخصية تحبينها مرة والجمهور يحبها مين تختاري؟ أختار شبشبي كيف يعني يقتل شخصياتي المفضلة وأسكتلها؟ كيف يجرؤ؟ بماذا تستمتعين في أوقات الفراغ؟ أنا أنظم أوقات الفراغ بحسب الجدول وبحسب المزاج لكن أكثر ما أحب فعله هو المشي الطويل يعني أمشي لمسافات طويلة دون سيارة أو ألعب ألعاب إلكترونية أو أطبخ وصفات لأني أحب الأكل سمعت البعض يقولون أن علاقة كونان وهايبرا متطورة في الجانب الرومانسي في الفيلم رقم 26 وهذا يزعج لي بين قوسين لم أشاهده بعد لا داعي للإنزعاج لأن علاقتهما متطورة فقط في أحلام البعض من فانزهايبرا ولو شاهدتم الفيلم حقا لا عرفتم أنهم يصنعون قصة من لا شيء لا شك وأن فانزها لديهم وسائل شيطانية كلما ناموا بالليل حلموا بأن شينتي تزوج من شيهو أو كونان دخل بعلاقة مع هايبرا مشكلة هل من الممكن أن قوشو قد يغير من هوية رام لأني بدأت في شكي؟ في رام الحقيقية بين قوسين ما زلت مؤمنة بنظرياتك حسنا لا يمكن أن يجمع الشك والإيمان في مكان واحد لذلك أنت إما تشكين في هوية رام أنه ليس وكاسة أو أنك مؤمنة بنظريتي التي تقول أن رام هو وكاسة يستحيل تماما أن تكون بين الاثنين بالنسبة لقوشو تسألين هل قد يغير هوية رام كيف سيغير شيء سبقا أن انكشف هوية رام انكشفت منذ الفصل 1066 وبذلك انتهى موضوع رام الفصول التي نزلت من بعد ذلك 1103-1109 نزلت لصوضيح أحداث جريمة قتل كوشي وتتمت بعض الفراغات فإذا كنتم تظنون أن هذا الوضع سيتغير سيطول عليكم الأمر كثيرا لأنه مبرمج لسنوات أخرى هل فقدان تسطموا له علاقة بالمنظمة؟ ففي أرك ميري فلاشبا قالت فير متعلمة أعتقد أنه مات أعتقد أنك تقصد هذا المشهد طبعا المنظمة مسؤولة عن ذلك ولكن هو مثل أكايو كاميل شخص يفترض أنه ميت لي وكاسا ما تعاقب واكيطا لمحاولته قتلها مع أنه مساعد لها؟ لكي تعاقب شخصا ما على خطأ يجب أن يكون الشخص المعاقب على دراية بالفضيحة اللي عملها لا يمكنك أن تعاقب شخصا لا يعلم أي شيء خاصة إذا كان من أمهر القناصين عندك مثلا فطلق تحذيرية كافية للغرض هل يوجد مشهد يجمع بين واكاسا وواكيطا وجها لوجه؟ هل سمعناهما يتحدثان لبعضهما مباشرة؟ لا يمكن هزيمتها بالطرق التقليدية حسن مستواك وستصبح في القبر قريبا عزيز واكيطا وبذلك تكون صديقتنا قد حصلت على إجابتها هل هناك علاقة بين الساقية وهايبرا؟ يقصد فوكوي هناك شابه إذا كنت تقصد أن الساقية هي أكيمي وهي متنكرة وهي حية ولذلك تشبه هايبرا فالشربة هذه لم تحدث ولن تحدث نفس الشيء هنا في هذا السؤال هل تعتقدين أن أخت هايبرا أكيمي ميانو ما زالت على قيد الحياة؟ لا هي ميتة يوجد تصريحان أنها ماتت ولن تعود على الرغم من وجود شخصيات يفترض أنها ميتة ولكنها لا تزال على قيد الحياة إلا أنه لن يكون نفس الأمر لأكيمي تفتكري إيه هي نهاية جين من أنمي المحقق كونان؟ كونه شخصية تفاخرية ومتعالية جين لن يقبل أبدا بالقبض عليه وسيحاول الانتحار وستكون طعن لكونان إن حدث هذا لأنه يرغب في تسليمه للشرطة حد الموت كونان يموت يموت ويسلم جين للشرطة محلف عليه هل ماري هي خالة هايبرا؟ نعم ماري هي أخت إلينا ميانو وبذلك تكون خالة هايبرا وأكيمي أنا غير محبوبة ومتجاهلة بالسمرار وانطوائية جدا جدا أن تكوني انطوائية فهذا شيء عادي إنه نوع من أنواع الشخصيات ليس عيبا ولا هو مشكلة عادي يكون مشكلة إذا كانت مهارتك الاجتماعية ضعيفة مثلا لا تستطيعين التحدث مع الناس أو طلب المساعدة أو إجراء حوار عادي أو الاختلاط مع الناس يعني هنا فقط تصبح مشكلة لكن إذا كنت انطوائية بالطبعك مع مهارات اجتماعية عادية بالعكس من ذلك يجب أن تتقبل شخصياتك كما هي وتعرفي أن هناك أشخاص معجبون بالشخصيات الانطوائية ويرونها كاريزماتية وغامضة بشكل ساحر أما أن تقولي أنك غير محبوبة ومتجاهلة بالسمرار فهذه مجرد أوهام في حقلك والحقيقة أنك تشعرين بهذا تجاه نفسك أحل هذا بسيط جدا حاولي أن تحب نفسك أكثر وتتقبل طبيعتك كما هي دون انتقادات وحاولي صناعة بصمتك الخاصة والانتفات لطريقك الخاص هكذا سيراكي الناس لن يراكي أحد مادمتي منفصلة عن نفسك ومبتعدة عنها الحل دائما يأتي من الداخل وليس من الخارج البثوث المباشرة تستلزم ظهوري وأنا لم أتخذ ذلك القرار بعد الحين مشاعر أكاي تجاه أكيمي شعور بالذنب لأنها ماتت بسببه أو حبها حقيقي أتمنى أن يكون شفقة عشاني أكره أول ما قرأت التعليق كنت أكل وضحكت حتى كنت أختنق السؤال طريق جدا أنا آسفة لتخيي بظنك لكن عمي قوشو سبقا أن صرح لأن أكاي بالفعل أحب أكيمي ربما تقرب منها بسبب شيري في البداية ولكنه أحبها بالنهاية وهذه هي الورطة التي أفسدت ملفه مع جودي لأنه إن أحب إمرأة من بعد جودي فهذا يعني أنه لم يحب جودي كفاية ولذلك من ينتظرون رجوعه لجودي سيكون ذلك إهانة بالنسبة لها هتكمل تحليل هوية العجوزين الذين ظهروا بالمانغا طبعا لمن لا يعرف هي قصدها على شخصيتين جديدتين إن ضمتان الأنمي لعجوزين قمنا بتحليل هوية العجوز الأول بهذا الفيديو وحاولنا توقع من يكون وبقي لنا العجوز الثاني سيزل الفيديو فورا أحصل على أدلة جديدة تأكيدية لأن العجوز حسب تحليل الحالي به خذة صغيرة ستأخذ نصف الفانس وحاول التأكد منها هل يمكن أن تكون هناك علاقة بين جين وهايبرا وأنه قد كان هناك علاقة بين جين وفيرموت لدي فيديو هانتن عن هذه المسألة حاول استسليط الضوء على هاتين النقطتين بين جين وفيرموت موجودة ومؤكدة نعم بين جين وشاري يؤسفني القول أنه كانت هناك نعم ولكن لم تكن متبادلة سؤال يحيرني هل حقاً غوشو يحب الغموض لهذه الدرجة؟ يقول تلميحات مشفرة كيف سنفهمها؟ كون غوشو يحب الغموض هذا أمر مفروغ منه أما عن تصريحاته فيجب أن تعرفوا أنه يفعل ذلك كمضطرد فقط لإرضاء الفانس الذين ينتظرون عدد ذلك؟ فالفانس يسألون أسئلة ستسبب الإجابة عنها حرق بالقصة أسئلة استباقية كثيراً وأعمال الغموض عامة لا يمكن ولا بأي شكل أن يحصل فيها حرق قبل الكشف لأن الغموض أصلاً هو اسم على مسمى فإذا عرفت قبلاً فلن يكون غموضاً لكن بالنسبة لأنمي كونان فهو اللعبة التحري أسسها الكشف والبحث عن الحقيقة الواحدة لذلك كان صرح سابقاً بأنه يلعب بنزاها مع الفانس أي أن الفانس إذا وجد شيئاً فهو لا يحرفه ولا يغيره بل يكشفه بكل روح رياضية معلناً هزيمته أمام ذكاء المتحرين ويفعل ذلك بكل سرور هذه واحدة من الأشياء التي أحبها به كمؤلف أنه يحترم ذكاء المشاهد وذلك بالطبع ستكون مشفرة حفاظاً على لعبة التحريد هل تتوقعين وفاة باربون مستقبلاً؟ لا أظنه سيفعل لا أتوقع أن ينجو ويعيش حياة جيدة حاملاً لذكرى أصدقائه لماذا في الفيلم يوجد قبلة الحياة؟ لم يعجبنا المشهد الهدف منها تجاري طبعاً لإثارة الجدل والترويج للفيلم لكن لديها معنى آخر وسنعرفه في تحليل الفيلم إن شاء الله هل سيبقى سطح ماسومي مسطح للأبن؟ لا، قالت أن أمها تملك فرناً ممتازاً لذلك ألم ودوى أن البريوش ستنتهي بالاختمار قريباً ما رأي كيب بشأن علاقة راي مع أختها جيورا لقد نجونا حاطة عينها على شخص ثاني رغم أني أراهما مثل الشمال والجنوب بايداني جداً عن بعضهما بس يلا القلب ما يريد ما رأيك بأنمي الدكتور ستون؟ أنا من محبي وسبق أن تحدثت عنه بالقناة تتابعين كي دراما؟ أنا مهوسة مهوسة بالكي دراما وتابع حالياً هذا المساسلة اللي تدبست فيه ولا يعجبني كثيراً قصة جداً مكررة ولكنني تورطت وتابع سيليبرتي الذي فتح عيني على أشياء كثيرة نفس الشيء لماسك جير ولكن دقت ذنعاً بالمشاهد الغيرلاء قائمة مهم لا أقترح عليكم أهياً منها يمكن سيليبرتي شوي لديها العديد من الأسئلة بالواقع غالبية تكون كتبة الكثير من الأسئلة لذلك اضطررت لاختيار بعضها كي أمرر أكبر عدد ممكن لأكبر عدد من الأشخاص هل وكاسة تربت حقاً عند أماندا؟ نعم بالفعل تربت عندها لكن ليس بالشكل الذي كياسوه لنا ما هي صلة الزعيم بأماندا؟ بالواقع إذا كنت تقصدين الزعيم كراسوه فلست متأكدة صراحة لأنه لا معلومات لدينا حالية وأتوقع الحصول على بعض منها في سنة الدراجون أو سنة العائلة الإمبراطورية إن كانت رام أخت فيرموت الكبرى لما فيرموت تخاف منها هذه ليست معلومة أكيدة فقط احتمال نشأ بسبب حديث سابق لإيطاكورا ولكي أصدقكم القول صرت الآن أشك بهوية المتصلة حينها لأن كلما قالت أن المرأة تتكلم كأنها ملكة وعلمنا بأنه كان يختلف كثيرا مع شارون سابقا فسنتجنا أن فيرموت هي من اتصلت به من أجل البرنامج ولكن هل فعلا كانت فيرموت من تحدثت؟ أو كانت رام؟ هذه هي المشكلة هل عاشت رام مع بيلموت في نفس المكان والبيئة؟ لا عاشت في بيئتين مختلفتين تماما وبظروف مختلفة ومع أناس مختلفين تماما مثل ما حدث مع الشيري وأكيمي شكرا جزيلا لك على كل ما تقدمه لنا العفو حبيتي أقدمه بكل سرور كان هذا القسم الأول من أسئلتكم نتابع في أجزاء أخرى بإذن الله نلتقي بفيديو جديد باي اشتركوا في القناة